بلسحى من النوم. اه ايه ده? هروح الشغل تاني. يا ربي ايه ده? لسه هلبس عشان انزل الروحي الكلية. ايه منازل ما اصحى بدري عشان المدرسة. وانا مش عارف ايه. فبنبدأ يومنا اصلا بداية متخلفة بصراحة. يعني انا كنت كده بعمل الفترة كده في الوقت اللي هو يعني خلاص بقى مش طاقة نفسي. وبقت كل ما اعمل كده? اللي هو طب انا مش طاقة نفسي اكتر طب. ما لازم يبقى في حل. اللي هو ايه? انا ده نزهانة. كل شوية من حد يا بني مخنوقة. مش عارفة ايه اللي حصل. لا 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 ده ندقة خالص. واقعد مش عارفة افتكر حاجات ازال ناس. اللي هو. طب ما بص بقى الحاجات الحلوة اللي حوالي. اشوف بقى في ايه اللي بيحصل من في الدنيا. مش معقولة افضل كل يوم صحية. ومش طيقة حده. اللي هو خلاص بقى خلاصوني من الحياة دي. سبقوا بعدين. مهما. هيفضل نفس الحياة مستمرة معي. لازم بقى حاجات غير. اكتشفت حاجة بصراحة. اه اعز بقى الفترة اللي هو انا خلاص بقى مش طيقة الكوكب كله. ان اه انا كده كده مجبرة عيشة. يعني يا ممكن تكون اه نازس ودويش بقى. بس انا خلاص لحد ما ربنا يكرر ان هو خلاص ياخد اجلي انا مضطر اعيش. تمام? بغض النازر بقى ده هيحصل امتى. فلايت ان لأ هابتدى يعيش لان اهي حياة واحدة. تمام? وهي فرصة واحدة. وهي بنعيشها مرة واحدة فعلا. فانا لو قعدت بقى ضيعتها في اللي هو ده الحياة باقسة. ده انا مش عارف الكياب دي بيجي لي منين? مش هيتغير حاجة. صدقوني لان تلاقوا في لحظات كده وفترات كممكن تقضوها في حاجات الساعة بتتسرق منكم. ابتديت ان انا ادور على حاجات اللي ممكن تساعدني. يعني بقيت بشوف كتب جديدة. تمام? بقيت بدور على افلام مسلسلات لناس انا بحبها. بقيت بشوف اه قصص مسلا عن نت انا مهتمة بيها. بسقف نفسي بقرف حاجات هانية. بشغلني بحيس ان انا ما يبقاش عندي وقت اقعد بعيد فيه ولا اقعد مكتئبة ولا اقعد افتكر مسلا الحاجات السودوية كلها الوعش اللي حصلت في حياتي. لأ بقيت بقى لو مش فضي انا اصلا ان انا اقعد اندب وانحب والحاجات دي كلها. لأ ده انا ورايا مش عارفة بحسية عايزة اعملو. ده انا مش عارفة لازم النهار ده انزل ادور عليه. ده انا كنت عايزة اشتري حاجات جديدة. في حاجات كنت عايزة اطور مسلا نفسي فيها واشتغل عليها وكده هبتدى عملها. اه حاجات كنت احطاها مسلا في قيمة ان انا عملها بعدين هبتدى عملها دلوقتي. اللي هو هتبص وتلاقوا نفسكو معندكوش وقت ان انتو بتحزنوا. وصلوا نفسكو لمرحلة دي. دوروا بمكاش كده. عارفين اللي هو لأ انا ورايا حاجات عايزة اعملها. انا مش فضي اقعد اه اشكي هامي لحد ولا اقعد اه اعاية مسلا لحد ولا اعيزة احد مسلا يجي يكلمني يشغلني وخلص عشان انا قعد افضي مش بعمل حاجة فغير كده هكتائب. ليه يا مم? ما انت عندك مليون حاجة ده ممكن تعمليه غنيتي تقعد تصدعي ناس تانية. تمام? بمشاكل خلاص عف عليها الزمن. يعني مش نفس مسلا حاجات انا قد نحلها. لأ ده اه حاجات مسلا من سبعمائة سنة وتقعدوا تفتكروا ولو كمفتوض مش عارفة عامليه في الوقت ده. ما خلاص بقى عدوا. عدوا نفضوا. كل ما هتفضلوا تركزوا اكتر. كل ما اتقدكم هتتسحب اكتر. كل ما تحسوا ان السلبية في عائدكم بتزيد اكتر. لان انتم فاكرين ان انتم مثلا ما تقولوا حاجة لحد. هيمتصها منكم كده في ثواني وهتحسوا انتم خلاص. لانتم ماشي ممكن تكلموا وتفتفضوا. تمام? في جزء بسيط جدا 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 من السعة. تمام? وخلاص الموضوع انتهى على كده. لكن مفضلش بقى ايام اوضع العيد وزيد في نفس الموضوع. ده انا كده انا اللي بقى امه لو قاعدت البيت ما خليكم مش شايفة الحاجات الجميلة الحلوة لو ربنا خليها حوالينا دي. ما يتعودوش في البيت. وغيروا جاء وانزلوا روحو تتاني. اطلعوا برا اخرجوا اخرجوا وتفسوا اخويتمشوا وسلم تكونوا تعملوا حاجة. يعني عارفين اللي هو بقى روح مسلا برا بكتاب بشوف مناظر وحشة. اقعد بقى البيت احويت نفسي بقى الحاجات الحلوة بلابي بكتبي بتلفزيوني بقطي مش عارف ايه كده. اقعد في سريري مسلا معنزلزة مكرمة. اعمل كل انا عيزان على مكتبي انجز اللي ورايا. كل واحد يدور على منطقة الراحة بتاعتوفين كده بمنكاش ويلقطها لو على الارض. لو على حاجة كورسي معين انتم بتحبوه. اه لو لو انتم على فكرة في ناس يعني مسلا تقعد عالكنابة تمام? وتروح محوطة بقى نفسها كل الدلع. تمام? انا بنغزني شوية عشان افكي من ام الكائبة اللي انا فيها دي عشان انا بطيدي بقى اشوف ان لا الحياة حلوة من انا اللي كنت محشاب زنوني. وان انا شايفها بنظر السودوية جدا. جدا. ان غمسكو في الطاقة السلبية ده. بيع معنيكو عن حاجات حلوة كتير قاوي حصل حواليكو. انتو اصلا ولا دارين ولا حسين بها ولا انتو شايفين اصلا ايه اللي بحصل حواليكو في الكوكب? لأ. حاولوا بس بجد تبعيدوا النظر المتشقمة دي عنكم شوية. وشوفوا الحياة بالنسبة لكو هتختلف ازاي. هتحسوا لو ايه ده? ايه ده كان فيها بجورة هنا? اللي هو الادراك اللي بحصل لنا فجأة. ايه ده معقولة? وكان انا كنت اجابك كتاب ده لسه موالتهوش? هتبصوا تلاقول ايه ده ده في حاجات كتير قوي حواليها ما ما كنتش اغضب لي منها. ليه? لان كان في زي ما فيه غشاوة كده زي ما تقوله نازلة على العناية وانا مش مركزها ايه في ايه حواليها ولا ايه ده ايه ده ايه ده معقولة? طيب ده انا كم ممكن اشتري مش عارف ايه وعمل كده. اه او مسلا تلاحظوا ان في حاجات مسلا حواليكم اللي انتم كنتوا شايفينها بس اعايزة تتصلح او مكسورة بايزة. يا اما هجيبوا حاجات جديدة يا اما هتصلحوها تمام? يا اما خلاص بقى هتنسوها مش مش لازم تجيبوا غيرها. الفكرة ان انا مش بصرف نفسي بس باللي معايا لا. ده انا بابقى مبسوطة باللي معايا. بصرف نفسي بيه ومبسوطة بيه. اه لو حد مسلا مش في مقدرته يجيب الحاجة العظيمة اللي هو عايزة او يعمل الحاجة العظيمة اللي هو هنفسه فيها. يصبر شوية لان اكيد هيجي فيه وقت وهيلاقي نفسه بينفزها خلاص. وهيبص يلا يقول لو انا ايه اللي كان كابني اوي كده مع كل حاجة بايدي اللي في الاول في الاخر. اللي عايزة اوصلها لكم ان انتم تشتغلوا تمام? وتعملوا اللي عليكو بجد. وتسيبوا الباقي على ربنا. تعودوش بقى تشغلوا دمخكو وبكري ايه لا هيحصل? يا ربي اونا بكري مفروض اعمل كزا وكزا 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 معقول اونا اعمل كل حاجات دي? انا بكري عندي يوم تيه القوي. مش اكيد مش هيكون اتقل من البارح. اكيد مش هيكون اتقل من النهار ده اللي انتم سوتوه بنظرتك البكري. عايزة تتعود ده كويس جدا يا جماعة. ان انا ما عبارة غير عن ناتج افكاري. انا ناتج افكاري وحش. هطلع حاجات وحش. هيبقى يومي وحش. حياتي هتقلب عليها مش هتبقى كويسة. طيب انا دلوقتي لأ ده انا بقيت بفكر بطريقة كويسة. مش لازم يكون الحياة وردية و لا عادي. ممكن هكون احلى بحاجات كويسة تمام? واشتغل على تحقيقها. مش اللي هو او جدا ان انا بغدت اخيالها في دماغيكو خلاص لأ ده انا بسعالها. تمام? ده هديكم دفع ان لأ. في امل وفي كل حاجة حلوة في الحياة. ان انا ما كنت شايفها قبل كده لان انا كنت مغمي عيني. بالمعنى صحة. ممكن يكون في حد حواليكو واللي كانت مسلا بيبقى مغطي قانيكو. انتم مش شايفين ان في حاجة حلوة كتير قوي برا حواليكو. لأ تحرروا من القيود كلها. تمام وانطلقوا. شوفوا آآ عالم زي ما هتدغلغال وفيها اكتر كل ما يبقى صعب ان احنا نسحبكم منها. فلازم تطلعوا نفسكم كده ايه بدري 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 تسحبوا نفسكم من اي حاجة بتنتص الطاقة بتاعتكم. الحاجات اللي بتشحن هي بس اللي تخلوه. ايه لا يحصل لاما انتم تتشأموا? البكرة ده هيبقى كويش مسلا? يعني مسلا انا لما اقعد كده لقانا وزعلانا وايه لا يحصل بكرة ده? بكرة ده هيتحسن? يعني مسلا انتم ما بتفكروا التفكيرات اللي هي الفضيعة دي اللي ما عاشت تخطر عبركم ازاي? ايه اللي بيتغير? بل بالعكس يعني مش ممكن مسلا تفضل زي ما هي بس لو ده ممكن تبقى اسود. فزي ما تفعنا ده مش بيأثر خالص ولو اثر بيبقى بالسلب. احنا مش عايزين كده. لو انتم عايزين تستمروا في حياة كريمة تعيشوها قدام وتبقوا مرتاحين نفسيا وانتم عايشينها. لازم بقت بتنفضوا كل الافكار الوحشة دي بقى واشتغلوا ونقولوا جديدة. يعني اخلقوا نفسكم نقولوا جديد. يعني انا آآ هعيد تكويني. تمام? انا كن مسلا عبارة عن شخص آآ متشائم وجبان. هبتدى اشتغل على ده اشتغل على ده. هصلى حتا شاملين انا هبتدي ادور اكتر اشوف الناس اللي هي بتفكر بالجباية دي شايفة الدنيا ازاي? اتعلم منهم. ابتدى بص على حاجات حوالية خليني اشوف الدنيا بممزور تاني. الجبن. ابتدي مسلا لو ايه? ما ما خوفش نفسي بقى. ما عودش ارجع. لا ده انا ايه? لا ده ما ايه لا هيحصل يعني? ما انا لازم اجرب. لازم اشوف الدنيا مش عافية فيها. وانا ايه لا هيحصل لي مسلا لو اخدت تجربة دي. ما فيش ايه حاجة. اه فيش ايه حاجة ضغير. لا تمام. طمنوا نفسكم. فدايما اي حاجة وحشة اكسوها تبقى حاجة كويسة. هتلاحظوا ان انا مسلا كان عندي آآ كتاب قديم مسلا مقطع. ماشي? هستبدله الكتاب جديد. ده يعني ده بالزبط اللي بيحصل. ان انا خلاص آآ مثلا عندي حاجة مش كويسة عايزة استبدلها بحاجة كويسة. ليه? لان ده هيفرق معي. هبقى شايفة الحاجات الحلوة بس. لكن ما بقاش مسلا عايزة بقى اشوف حاجات حوالي وانا اللي حوالي كله اصلا مش حلو. طب ما ده يخليكوا ترجعوا تاني لما اول لو لأ الحياة مش حلوة. خلاصة الكلامة. لو انتم عايزين تشوفوا الحاجة حلوة? هتشوفوها حلوة. ولو انتم مصممين ان انتم تشوفها وحشة هتطلع وحشة حتى لو هي في منتاج جمال. لان كل ده في الاخر بيختلف على نظرتنا احنا. عاملة ازاي? انا ببص للشيء ده ازاي? لو انا ما ادركتش ان انا حوالي مليون نعمة ربنا محاوتني بيها. عمري ابدا ما ياخد بالي ان الحياة دي تستحق. ان انا عيشها بطريقة كويسة او ان لا ده في فورس كتير اوي انا كان ممكن استغلها ومعملتاش لان انا منغمي ساوي ومركزة ان انا اتقوقع على نفسي. لأ انا مش عايز اشوف الدنيا. ليه? ليه? اخطبوا لكم ان احنا اتولدنا علشان زي ما بيقولوا كده انا عمر ارض. فانتم هتعمروا كون ازاي? تمام? وانتم اصلا مش شايفين الكورن. يعني انتم اصلا مش شايفين الحياة اللي حواليكو دي فانتم هتعمروها بقاني مناسبة يعني. زي بالزبط اللي عنده مثلا كورسي مكسر وسبراك لهم كده على جمع. طيب ما اتجيبوا وشاكوشوا ومصاميروا وعدوا صلحوه. انتم زي اللي بيسيب الحاجة بالزبط كده ما كانها وبيركنها على جمع بعملش في اي حاجة. طيب ايه لازمتها? طيب ما انشلها هنرميها بقى وخلاص. فدي الفكرة. ان انا ابص. ابص. وانا عندي حاجة سليمة. هتفرق جدا انا عم ابص وانا عندي حاجة مش سليمة. كل ده بيفرق فتاكونا. تبتدوا معصوكو اكتر. هتلحسوا انتم بتتوارب لحواليكم معاكم. في كزا حاجة كده تبعات كويسة بتنتوا جاعة الموضوع. بغض النظر انتم هتعملوها ازاي? لو حد لسه هيدرس ولا هيشتغل ولا آآ هيمارس وايا جديدة حتى او آآ هياخد فترة آآ راحة. زي ما بنقولي يا بتبقى حاجة ايجابية. بس آآ كل ده هيأثر التدريج بقى. هتحسوا ان شوية شوية حياتكم بتتحسن. هتحسوا ان نظرتكو اللي قدام اختلفت. هتحسوا انتم مش خايفين بقى من مستقبل قوي ومرعبين وإيه اللي هيحصل بعد بكرة. ايه? انا يهميني في ايه اللي هيحصل الاسبوع الجاية ولا اللي بعد ولا كمان شهر. ركزوا في اللي احنا فيه يا جماعة من الناس. بس على انا قوي بقى ما بلاقي ناس كده ايه فرفوش وفاكة وبتاع وحبة الحياة وكده ويجي ناس بقى يكرهون في حياتهم في اليوم اللي عارفون فيه وفي اليوم اللي اتولدوا فيه. ليه يا جماعة كده? ما يعني انتم متشعملين بقى براحيتكم لحدوك لو انتم مش عايزين تتفقل فيه ناس تانية لسه. اه عايزة تبدأ انار جديد. لو انتم خلاص كده بينهم حياتكم. يعني نصرفوا. مش عايزينكم. حاولوا دايما تكونوا مصدر للطاقة اللي جابية. ليكو للناس اللي حواليكو. يعني ما تنسوش نفسوكو في العملية بتاعة الالطاقة اللي جابية دي. انها ده لسه دايات بتوزع ببلاشوية تلاقي عدم كده. وبعدين ما حلو استفدناش حاجة ما انتم بردو كائن بشري. يعني انتم من ضمنهم بردو. لازم انتم تتحسنوا زيهم. كلام اللي انا بقولوا ده مش من الهوى. مش بوف كده مرة واحدة وطلع في دماغي يقولت اقوله. لأ ده ناتج عن تجرب كتير قوي انا عملتها. ونتج عن فترات بقيسة كتير جدا انا عديت بيها. فاللي انا مريت بيه بلخصه لكم في فيديو. لان انا عارفة كويس ان فيه ناس بتبقى محتاجة تسمع الكلام ده. وفيه ناس بتبقى خلاص بقى فقدت الامل في الحياة بطلقة غريبة جدا ان بتبقى عيش يومها بخلاص. تمام? واللي خلاني اتغلب عليها مش ان فيه حاجات حلو حصلت. لأ ان انا خلقت حاجات حلو. ان انا بقيت بقى من الحاجات جميلة. ان انا لقيت نفسي لازم اخرج وقال لا هتفضل تجذبني اكتر زي بزبط بحر الرمال. توقعتوا فيه هيفضل لشدوكل تحت. هيفضل الرمال بحركة دي تسحبكو 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 انتو مش حاسين. لحد ما تبصت له بس ايه ده ده ديكو هي اللي فوق انتو خلاص بتنزلك. ورأسكو بتغرق معاكم. وخلاص بتفقدوا الحياة. مش مش الامل بس انا تفقدوا حياتكم معا. فانا مش عايزة ده اللي يحصل لكم. ومش عايزاكو آآ يبقى زيبكو زي ايه حد كده. عايزاكو قربة واحدة. ان خلقوا لكم في الفترات السوداء في حياتكم. شوف هم بساموه اللي كده. بس انا احب اسميها الفترات البائسة. القوحلة. تمام في حياتكم. آآ لازم تطمنوا لان فيه بعدها فترات جاية احلى منها. بكتير. واحلى من حاجات انت عشتها قبل كده. يعني كل زي ما بيقولوا آآ ما المرارة بتزيد كل ما الحلاوة بتزيد معها اكتر. وان لازم يكون في حاجة مورة. يعني زي ما يقولوا آآ فيه مصطلح كده سامعته مرايب باسمه سعادة مورة. عجبني كده اتفكر في شوية. سعادة مورة. ايه علاقة السعادة بالمرارة? هقول لكم. المرارة دي هي اللي بخليكم تحسوا بعمل سعادة. زي بالزبط اللي بياكل مسلا آآ كيكا طعمها فزيع وهشة وسفنجية وحلوة قوي. وجاء بعدها اكل كيكا وخشب ونشفة ومش حلوة وكده. مش هيحس بتعمي دي غير بعد ما داء طعم دي. مش هيحس قوي ان دي حاجة حلوة قوي 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 كده ومعمولة باتقان. غير لو ده الحاجة اللي هي الوحشة وحشة قوي كده ومعمولة باهمال. فمش هتعرفوا الحاجة. الصالحة غير ما اجربوا حاجة البيضة. ده اللي عايزة اقول لكم. مش هتحسوا ان الفطرات اللي فيها دي احلى فطرات حياتكم غير بعد ما تمروا باسوق فطرات حياتكم. بقى عندكم ثقة في الله. تمام? اولا انا ثقة في نفسكم ثانيا. ان انا حياتي دي اتغير. لو انا ما بس اتلاهاش بالمنظور ده. مش هحس انها بتتغير حتى لو هي بتتغير. حتى لو في حاجة جديدة بتحصل انا مش هبقى شايفها. لان انا معاملية قوي بفكرة ان حياتي ساتة زي ما هي. آآ خليكم بس عارفين ان ناس كتير قوي مرت بفرطارات اسوأ منكم. تمام? وبقت في مكان احسن دلوقتي بكتير. وان اللي انتم فيه ده ولا حاجة مقرنة بالاخرى. مقرنة ان في آآ حاجات تانية لسه ناشها. في دنيا تانية. في عالم تانية. حياتي انتم زعلين نفسك قوي عليها كده وموتين نفسك بجد. ولا حاجة. والله ولا حاجة. والدنيا دي كلها ولا مستهلة. يعني اللي بيخليكم تقعدهم قطعين نفسك قوي. من الزعل ومالدقيقين بترالة غريبة. لأ بصوا كده وضربوا نفسك بالقلم كده واخبطوكوا باي حاجة حسوا ان لأ دي حاجة حاجة صخيفة جدا. وانتم كبرينها عن موضوع جدا. ومساودينها كله. وانتم قاعدين في نقطة بسيطة قوي قد كده منه. يعني اللي خليكم كابسين نفسك قوي كده زلال لزوم. لا فرفيشوا كده وفكوا. ونفضوا يا قوم ونفضوا نفسكوا كده. يعني مجد. لا يعني مش كده. يعني والله الحياة ما مستهلة فعلا كل ده.